هنشوف محمد من الصفة يقول ايه ونرجع تاني نحل الكلام الكابت النسام حسني كنت قريبا اعرفه من الفين واربعة ع الفين وخمسة الحقيقة حد اخلاقه عالية جدا جدا زوق جدا جدا مختلف عن ناس كتيرا جدا من اللعيبة تقدر تقولي ان هو هو نسمة حد جميل جدا جدا يعني النهاردة مثلا بقالنا حوالي طبانتوصة لس انا اعرفه معرفة شخصية الحقيقة يعني هو بدايته في الكرة مع النادي الاهلي طبعا بدأ ناشئ لكنه مع الفريق الاول بدأ في مارس الفين كان في بطولة كاس مصر كانت قدام نادي الشمس وكان في الوقت ده اقل من 18 سنة لانه هو موليد يونيا 82 لكن البداية الحقيقية لي مع الفريق الاول تقدر تقولي الانطلاقة مع الفريق الاول كانت موسم 2003-2004 في الموسم ده أسامة حسني نقدر نقول دخل تاريخ النادي الاهلي ليه لان في الموسم ده كان هدف النادي الاهلي في الدوري ب13 هدف كمان عمل ريكورد تاريخي هيفضل في تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة انه جاب خمس اهداف في مطش واحد وده كان مطش الكوروم في الدوري المطش ده الاهلي كسبه ستة الكابتن أسامة لقوا انجاز تاريخي مع المنتخب العسكري لما فاز بكاس العالم العسكرية 2007 عفتكر تلعبت في الهند وكان هدف البطولة هو والكابتن عب حميد باسيوني والمصادفة برضو انه كان جايب سوبر هاتريك في مطش منتخب مصر العسكري مع منتخب قطر وجاب أربع أهداف ولو أهداف مؤثرة يعني افتكر أول أهدافه المؤثرة كنا بنلعب مع ناصر حسين ضاي في الجزائر في البطولة العربية وكنا محتكين لازم نكسب مكسبناش مش هنصعد دور الثاني ويمكن جاب الجن في آخر خمس دقايق كان المطبرة في الجزائر يعني المطش الثاني نهائي كاس أفريقيا 2005 جاب الهدف الثاني كنا متقدمين واحد سفر بس بجن محمد أبو تريكا الجن اللي جابه ده يعتبر أمن المطش قبل طبع مباركات يجيب الجن الثالث لكن فيه مطش يعتبر تاريخي بالنسبة لقسامة حسني هو نهائي كاس مصر 2007 المباراة دي كانت غريبة جدا الزمالك تقدم على الأهلي في المطش ده في النهائي مرتين ونقص دقايق على المطش وأضاع فرصة هائلة ما اضعش انفراد كامل لكن أبو تريكا تعادل ويجي في الوقت الإضافي وسام حسني يجيب هدفين متتاليين في الشوط الإضافي الرابع بعد ما الزمالك كمان اتقدم ثلاثة اتنين هتقولي ايه للنقد الرياضي السيد محمد مصطفى السيد محمد مصطفى لحفظ تاريخك احنا مسمينه الموسوعة التاريخية موسوعة التاريخية لما بنحب نستعين بأي معلومة قديمة أو الحاجات الأرشيفية دي يعني يجيب أخبارنا احنا اه طبعا موسوعة تاريخية لما كنا في برنامج رد الجميل اه طبعا مع الأساتزة كلهم كانوا فريع الإعداد كنا بنستعين بيه برضو في الحاجات التاريخية عن النجوم القدامة في الزمالك والإسماعيلي والترسانة والمأولين والمحلة طبعا أنا بشكره على كل الكلام اللي قالوا وكل المعلومات القيمة اللي سردها دلوقتي كان لك مشوار مميز مع المنتخب العسكري حققته مع ابو طلطين كاس العالم واحدة في الهند واحدة في ألمانيا واحدة كنت بتنافس فيها اللي هي الهند مع عبد الحليم عبد الحميد بسيوني كل واحد كان جاي بستة أهداف والبطولة التانية اللي كانت في ألمانيا